يثير البعض الجدل بشكل مقصود للفة النظر ولي... نحن تحصيل أرباح معينة من السوشال ميديا هل تلحظي هذا الموضوع أو لا؟ طبعاً ابني قاعد ليلة نهار عم يثير الجدل أبني اتاركتي لا لا أعطي بس تقول له لا تزيدها يعني خلاص اليوم نملك شي اسبوعين عليها يعني بحاجة يطالع فيها هو بيحس إنه هاي أدواته وأنا ما بتدايق إنه هو مختلف عني لأنه أنا ما بدي صدر له تجربتي أبداً بس ما في شي معين تقليله ما بصير تعمل هيك ما بصير تقول هيك لا أبخلي يقع أول بقى وفرجي شو النتائج بعد يقول له شفت على شو آخر شغل قلتيلو عليها شفت إنه هيك عميل إنه خنائق هو أبو إنه لقش هاي يعني شو هاد يعني حدا بينشر غسيله وقلت له شو هاد يعني مبارئ حق أعلى ولا على أبو بصراحة حق أتنين لا يعني مين بيتحمل المسؤولية الكبرى قل عليك لا الله مو علي أنا بتخني أنا عن جد يعني ابني سليمان تعركت له خصوصيته بس هيك عم بتقل هي العائلة كلها عم يعني يصطف العائلة بيت رزق نحن بيت والي بدخلنا نحن بيت والي أوادم وبدخلنا إنه بيت رزق ببعضهم شو أخدتي من بيت رزق غير سليمان غير سليمان عشو أخدتي من بيت رزق أخدت سليمان ومشيت هلأ بيسمعك أستاذ يوسف يقول كلها الشهرة والنجومية واللي عملتلك ياها وصدرتك نجمة وبطولات وما أخدتي شيء من بيت رزق لا ما أخد شيء من بيت رزق أنا بالأساس وقت أخدني يوسف كنت ممثلة وخالصة بس ما كنتي نجمة ليش يوسف رزق اللي سواني نجمة لا أكيد طب مين سواكي نجمة شغلي كله بس مين اللي عطاكي الفرص المهمة سألي لي جاوبي بتاع لألك أنا أخدت أدونيا على إذا اعتبرنا أدونيا شغلة مهمة مثل ما بتقول أمال على كي سأف أدونيا أخدناها خلصت حنروح على كان نحن فعلى مسلسل أنا اشتغلته مع المرحوم حاتم علي عصي الدمع كثير صعب شكله لدقاء يا جماعة عصي الدمع طبعا من أعظم الأعمار فطلعت أنا على الميكريفون قلت شكرا لكل من صنع موهبتي ولكل من أضاف لي وأنا بستاهل الجائزة وإجت على أدين حاتم علي شكرا شو صار بعد هل ما صار شيء شو صغلت مع حاتم شو صغلت مع حاتم حس أنه طبيعية طيب شو هو اللي صنع موهبتي لا هو إجت يعني على إيده صدره ولا لا ما له فضل عليكي لا طبعا يعني هو عمل معي كثير على الدور حرام ما عم بحكي أنت عم تحكي عن حاتم عن حاتم أنا عم بحكي عن يوسف يوسف أكيد عطاني أدوار مهمة حرام وكان وبيحترمني كثير وما زال هلأ وبيعملني كممثلة مهمة بالحياة عن جد ولا شك أنه كان يعطيني مساحتي الفنية يعني وقت أقرأ يقلي أنا شايف هذا الدور شوفي أمانة أنت شو بتحبيك كان يترك لك الحربية بالإختيار اللي هي ما عادت ما عادت إجتني خلصت الخيارات خلصت معه خياراتك انتهت معه فكنت إيه يعني عن جد وحترمني كثير كممثلة وكثير كزوجة وكزوجة وكزوجة احترمني ولهلأ بيحبني ليش تطلقته وما أنا متفئي هو بيحب الليل أو بحب النهار هو أنا بحب الملوخية والخضروات هو بيحب اللحم يعني مختلفين مين أخد قرار الانفصال أنت ولا هو نحن اتنين انا اتنين بالعودة لسليمان سليمان ابنك يعني جزء من تركيبتك انتقلت له جزء من الأفكار جزء من التيلي أنا بتركه يحصل نفسه بتجربته الخاصة حتى لو كانت قاسية بس في بعض الأحيان يجب يعني أنه ممكن تحسي حالك كأم على الأقل بعيدا عن كونك أيضا ممثلة بتخافي عليه من زاوية معينة بتخافي عليه من تصريح معين من الصدام معين شيء الأمور بتحذري من أكتر شيء هلا وقت صارت قصة قوسائية كثير نزعجت كثير وقلت له للموذيع انه انت سبب من الأسباب الإساسية وبناء عليه جب يعمل معي قلت له خليك بعيد عني ثلاثة ممتار لك كمان أبدا بالحق على اللي سأل ولا الحق على الإجابة اللي تورطه ورطه ليش منتهم نحنا كمذيعين أو ألامي انه احنا منورط الضيف وكأنه احنا على لسانه يعني انت سؤالك بورطه بعدين ابني مو صاحب خبرة يعني ما رح تخرج فيه كان هو ابنك يعتذر ويقول أنا هذا الجواب ما يعني هلا يبدو انه خانوا التعبير ايه يعني في شيء صار غلط فأنا ضايقت الصراحة وطلعت أنا اعتذرت وأبو اعتذر يعني عن هي القصة ويخوج خشلكونه مرة كان في المدرسة يضطر الك تروحي عند الاسعاد زي كandomان ولا أبدا أبدأ لا حلبباته ما يخليني رؤوا في المدرسة أبدا رؤوا في المدرسة لأسأل عنه تقوم تقول لي الآن سي وقت صارت المشكلة مع سليمان طبعا الندارة تقول 了 مشكلة كتشاف فيه مشكلة وحالله وحاله وقت صارت القصة لسليمان كمشاهدة كيف تشوفي موهبته لسليمان كممثل كمشاهدة سليمان ظريف انه مشتهب كثير يعني سليمان بيحب بهنتو مثلي يعني بيحبه اخذ نفس الحب باسل انت ابوك ما بيعلمك بيقلك لا تعمل هيك بس لقد هو قدامك كل عمره بيعمل هيك بتعمل متله اه اوتومنتيكيا صحيح فسليمان مجتهد موهبته كويسة لحد ما ما بدي احكي عن موهبته لانه هي شغلة الله والناس بس مجتهد مجتهد كثير او بيحب مهنتو كثير و انا عم باخده باتجاه انه يكون عنده هدف نبيلي هاي اللي عم بشتغل عليها انه ما تكون اه فقاعات يعني ما تكون اه يعني مرور يكون يكون في اثر للمهنة عنده ولعمله ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة